في كان 2023 مسلسل المفاجآت لم ينتهي رغم خروج السنغال أصود الترنجة المرشح الأبرز حامل اللقب تأتي المفاجآة الأخرى هنا اليوم ومنذ ثواني والمفاجآة المثيرة رغم تغلب أو رغم قوة منتخب المغرب أصود المغرب رابع العالم التي قبلت بلاء حسنا طوال هذه البطولة ومن قبلها في مباراتها في كأس العالم قطر 2022 أصود المغرب رغم مجريات المباراة رغم أحداث المباراة السيطرة ربما الكاملة أمام جنوب أفريقيا وضياع لفرص عديدة ومن ضمن هذه الفرص أشرف حكيمي وفرصة ضربة الجزاء التي أهضرها في الديئة 85 يستمر مسلسل المفاجآت وتخرج أصود الأطلس المغرب من البطولة من 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 جنوب أفريقيا البفانة تنتصر على جنوب أفريقيا بهدفين للا شيء في مباراة مثيرة للجدل أكيد تساؤلات عديدة لماذا لم تستطع المغرب من اقتناص أي فرصة من الفرص التي أتيحت أمامها في هذه المباراة التي ربما كانت لصالح المغرب بكل تفاصيل من تابع المباراة لم يصدق ما الذي حدث هذا هو الأمر هذه طبيعة كرة القدم المفاجآت مستمرة ما زالت أماني ممكنة لكثير من الفرق الأخرى ولكن لمجال الآن للحديث عن المغرب في النهائي لمجال الحديث عن أوسودة تيرانجا يعني أصبحنا نتحدث عن كوتفوار نتحدث عن النصور المالية التي تحلق في سماء كوتفوار مع التأهل لربع النهائي الكان على حساب خيول بوركينا فاسو التي انتهى سباقها عند محطة دور الستة عشر وأيضا كابفيرديا التي تصدرت المجموعة في مجموعة كان بها مصر وكان بها غانة هي الآن أيضا ضمن من يصارعون على الوصول إلى نهائي كان الفين تلاتة وعشين موطنة